مرحبا بكم مشاهدنا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج المنصة متاعب كبيرة يواجهها الكثير من اليمنيين الراغبين في السفر سواء من أجل العلاج أو الدراسة أو لأغراض أخرى تبدأ المعاناة منذ اللحظة الأولى للذهاب للحصول على جواز سفر يكلفهم الكثير من الوقت والجهد والمال مرورا بقطع المسافات الطويلة للوصول إلى المطارات التي لا تتجاوز عدد أصابع اليد في المناطق المحررة بالإضافة إلى تكلفة السفر الباهضة المتمثلة بأسعار التذاكر الخيالية التي قد تتجاوز قيمتها 700 دولار إلى جانب الخدمات السيئة لشركة طيران اليمنية وعدم انضباطها في مواعيد الرحلات وتتوج المعاناة بالمخاطرة المحفوفة التي قد يواجهونها نظرا لكون الطائرات التي يسافرون على متنها أصبحت قديمة وقريبة من التلف بل إنها أصبحت غير صالحة للاستعمال حسب المعايير الدولية للطيران عن مشاكل الخطوط الجوية اليمنية ومعاناة المسافرين من المسؤول عن هذه المعاناة؟ ومن يقف وراء التضييق على المسافرين وتهميش حقهم في التنقل؟ وأين دور الحكومة متمثلا بوزارة النقل من كل ما يحدث؟ ولماذا لا يعمل القائمون على شركة طيران اليمنية على تطوير إمكانياتها رغم الإرادات العالية التي يتحصلون عليها؟ لماذا تستمر دول التحالف بالتحكم بالمطارات والتدخل برحلات الجوية رغم مرور أربعة عوام على تحرير المدن التي تقع فيها المطارات؟ لماذا لا يفتح المجال أمام شركات الطيران الأخرى للعمل في المطارات اليمنية؟ كل هذا سنناقشه في حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج المنصة لكن قبل البدء باستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم نتابع تقرير للزميل عمر أنهم إنه صوت محرك طائرة تتبع شركة الطيران اليمنية شركة الطيران الوحيدة في اليمن لا تملك سوى ثلاث طائرات فقط من طراز 310 إرباص طائرات أصبحت قريبة من خط التلف وأصبحت الرحلات على متنها محفوفة بالمخاطر مؤخرا اضطرت إحدى الطائرات التابعة للشركة للهبوط بعد إقلاعها من مطار القاهرة بربع ساعة بسبب خلل فني وعند هبوطها انفجرت إطاراتها إجراء الارتطام ما أثار نوبة من الهلع في أوساط الركاب الذين تجاوز عددهم مئتي مسافر الشركة بدورها أصدرت بيانا قالت فيه إن سبب الهبوط الاضطراري والرجوع إلى مطار القاهرة هو وجود مريضة على متن الطائرة تدهورت حالتها الصحية ما استدعى الطاقم للعودة وإلغاء متابعة الرحلة لكن ركابا كانوا على متن الطائرة نفوا ما جاء في بيان الشركة وتناقلوا فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد أن السبب وراء الهبوط الاضطراري كان خللا فنيا ليست هذه الحادثة هي المشكلة الوحيدة التي يعاني منها المسافرون عبر خطوط طيران اليمنية فهناك مشاكل أخرى كارتفاع تكلفة تذاكر الطيران التي تتجاوز غالبا السبعمائة دولار ما يجعلها من أغلى تذاكر الطيران في العالم بالإضافة إلى الخدمات الرديئة التي تقدمها الشركة لعملائها وانتهاءا بالرحلات الكثيرة الملغية أو المؤجلة وتأخير الرحلات عن موعدها المحدد يعيد مراقبون الأسباب وراء ذلك للفساد الإداري في الشركة وعدم اهتمام الحكومة بهذا الجانب بالإضافة إلى تعنت دول التحالف ومحاصرتها وتحكمها بالمجال الجوي للبلاد ليست المشكلة في الطائرات فقط بل في المطارات أيضا التدمر جزء منها بقصف طيران التحالف فيما يخضع الجزء الآخر في المناطق المحررة لسيطرته إذ يتحكم بها ويمنع هبوط الطائرات فيها ولا يسمح لإقلاع أي طائرة أو الهبوط في مطارات اليمن إلا بإذنه إذن مشاهدنا الكرام نبدأ باستقبال أول اتصالات هذه الحلقة ومعنا الدكتور نادر العامري من صنعاء مرحبا بك دكتور نادر أهلاً مساء الخير أختي الكريمة مساء الخير عليك وعلى الإخوة المشاهدين مساء النور دكتور تابعت من خلال صفحتك على الفيسبوك كنت أحد المتفاعلين مع قضية اليمنية شركة الخطوط الجوية اليمنية أنت تابعت الحادثة الأخيرة وبالتأكيد تابعت بيان الشركة برأيك هل ترى أن ما قالته الشركة في بيانها صحيحاً؟ تعليقك حول بيان الشركة أولاً 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 أختي العزيزة أنا أتابع لمشاكل اليمنية وقضاء اليمنية منذ مدة طويلة منذ أن كنت أدرس الدكتوراه في جمهورية مصر العربية فمشكلة اليمنية مشكلة قديمة وليست مشكلة جديدة وبالذات في السنوات الخمس الأخيرة بالنسبة للبيان الذي أخضرته الخطوط الجوية اليمنية الحقيقة إنها بدلاً من أن تقف على المشكلة وتبحث عن الحلول الصحيحة والسليمة لها راح تكذب وتدلس وتستخدم الأبواق المأجورة لنشر الكذب ويتعتقد بأن الكذبة يمكن أن ينطلي على الناس وعلى المتابعين في ظل وجود الفضاءات المفتوحة ومواقع التواصل الاجتماعي التي تنقل الأحداث لحظة بلحظة فقد كنت أنا متابعاً عن الحداث لوجود زملاء من الأطباء كانوا موجودين نازالوا في جمهورية مصر العربية لأننا كنا في الشهر الماضي في مؤتمر في ديسكندرية اسمه مؤتمر كارديو أليكس مجموعة كبيرة من الأطباء اليمنيين أنا عدت قبل رحلة الموت هذه التي يسميها رحلة الموت بأربعة أيام وكنت علمت نفس الطائرة ولكن بحمد الله وصلنا بسلام إلى صنعاء بقي مجموعة من الأطباء كانوا على نفس هذه الرحلة الحقيقة أنهم وافونا بكل المعلومات وفوجئنا بكمية الكذب والتدليس الذي قدمته المواقع الخاصة بطيراننا اليمنية والتي تدعي فيها أن عودة الطائرة للمطارق القاهرة كانت لحالة الثانية اسمها رضي استقاف عندما تعيذت قامو بعادتها والحقيقة غير ذلك الحقيقة أن حسب ما أبلغنا زميلي الطبيب الموجود في الرحلة قال بأنهم وصلوا إلى ارتفاع حوالي أربعة عالف قدم عندها بعد الإقلاق حوالي خمسة عشر دقيقة بدأوا يحسوا باسترابات في حركة الطائرة وحبطت الطائرة لمدة ثانيتين هبوك بعد أن توقفت أصوات المحركات الحقيقة المشكلة حسب ما تابعت كانت في أميسونيح أحد القطع الصغيرة الموجودة في الجناح كانت فيها إشكالية حيث أنها عند الإقلاع تأخذ وضع الإقلاع وعندما أقلعت الطائرة وصلت إلى هذا الارتفاع العالي حصل عطل في أن يعود إلى وضع الهبوط أو أن يعود إلى وضع الزيرو عندما يحافظ على استقرار الطائرة فكان فظل على وضع الإقلاع مما أدى إلى اضطراب في حركة الطائرة وسقوطها لمدة ثانيتين حاول الطيار أن يتلافى هذا وأن يعيد أن يسيطر على توازن الطائرة ولكنه فشل فقد كانت الطائرة تتأرجح يمنة وشمالا تدعى الركاب بالزعر والبكاء وكانت المضيفات تبكي وركابتنا الطائرة ياسين وجابر أبلغهم بأن هناك عطل في المحرك وأنهم سوف يتجهون هايدين إلى مطار القاهرة هذا هو الكلام الذي عرفناه هذا هو الكلام الذي بلغنا أما الأكلوب الرخيصة التي استخدمتها المواطع الإنمية التابعة لطيارة اليمنية كانت سيئة جداً وصلت الطائرة إلى مطار القاهرة وهي بسرعة عالية جداً نتيجة أن الجنيح كان في وضع الإقلاع لما استطعنا نعود إلى وضع الهبوط ونتيجة الإصراع وسرعة الطائرة أثناء الحركة واثناء الهبوط أدى إلى انفجار إطارات الطائرة ولولا كبر المدرج الخاص من نزول الطائرة في المطار القاهرة كما نعلم أنه مطار كبير جداً لولا كبر المدرج لكانت قد حدثت كارثة كبيرة سواء في المطار أو على الطائرة فلو كانت المشكلة حصلت في مطار عدم لا أعتقد أن الطائرة ستقف غير في البحر هي ومن عليها النبكة هذه هي الحقيقة التي وفانا بها الزملاء والأصدقاء الموجودين على متن الرحلة أما الأقلوبة الرخيصة لا تدل إلا على عدم المسؤولية والإحساس بالمسؤولية والحقيقة أننا واجهنا الكثير من الانتقادات لما ذكرناه وأوضحناه من الخلل الذي حدث في طيران اليمنية والحقيقة أنني أريد أن نوضح أنه لا علاقة للوطنية ومحافظتنا على الناقل الرسمي لليمنيين من جهة والمحافظة على أرواح الناس من جهة أخرى صحيح أرواحنا مقدسة أرواحنا ليست رخيصة ينبغي على كل من يعمل في طيران اليمنية أن يضيك هذه الحقيقة نعم دكتور نادر هذه الطائرة هي من تفضل دكتور نادر من أبرز الشكاوى التي دائما ما تتردد من قبل المسافرين هو عدم انضباط الشركة والطيران في رحلاتها وذلك يعود إلى حاجة الطيران دائما إلى تصريح من قبل التحالف برأيك بعد مرور أربعة أعوام من تحرير كثير من المدن اليمنية لماذا لمازال التحالف يستمر بالتحكم بهذه المطارات وبرحلات الجوية وحاجة الرحلات إلى تصريح من قبل التحالف وكل هذه العرقيل التي تحدث وتسبب بالكمة الكبيرة هذه من المشاكل المواطنين أخت العزيزة أخت العزيزة مسألة تأجيل الرحلات وتغيير مواعيدها دون سابق إذار للركاب وما يحدث من عدم تحمل الشركة لمسؤوليتها الأخلاقية والمادية والإنسانية في حال حدوث هذا التأجيل والتأخير هذه قصة نتابعها ونعلم بها منذ بد الكارثة التي حلت على اليمن بالحرب التي فرضت على اليمن منذ خمس سنوات حتى الآن أعتقد أن الرحلة اليمنية التي استبدلت بها طائرة المنكوبة أقلعت من مطار القاهرة وتم إعادتها من الأجواء لعدم موجود الترخيص تخيلي بعد أن يمكسون 14 ساعة في مطار القاهرة ويؤتى بطائرة لتقلهم إلى مطار صنعاء بعد تعرضهم لكارثة طائرة المنكوبة يتم إعادتهم مجددا إلى مطار القاهرة إذن ما هي المشكلة؟ كيف يصرح للطائرة بأن تقلع من مطار القاهرة ثم يتم إعادتها إلى مطار القاهرة مرة أخرى بعد أن أقلعت في الأجواء ووصلت إلى أجواء مدينة شرن الشيخ معناه أن هناك إدارة غير قادرة على تحمل مسؤوليتها في إدارة مثل هذه المؤسسة الهامة والتي تعتبر هي المتنفس الوحيد لليمنين والتي هي مفروضة عليهم فرضا نعم هي الناقل الوحيد وهي الناقل للأسف ناقل سيء رغم أنه سمن التركرة أعتقد أن التركرة من القاهرة إلى الولايات المتحدة 500 دولار نعم من أغلى التذاكر في العالم نعم دكتور من أغلى التذاكر في العالم دكتور بما أنك تعيشت في صنعها داخل اليمن صف لنا واقع معاناة الناس داخل اليمن إغلاق المطارات وأيضا سوء الخدمة والتكلفة العالية نعم نعم أختي العزيزة أنا طبيب أنا طبيب وأنا كنت على إحدى رحلات طيران اليمنية المتجهة من عدم إلى القاهرة عبر بيشة هذه الرحلة نزلت في مطار بيشة وكان هناك مريض على الرحلة حصا له حالة توقف القلب توقف قلبه وأبدأ أننا عمل محاولة لإنعاش القلب استمرت لمدة ساعة لم تكن الأدوية متوفرة طبعا مطار بيشة للأسف لم يكن موهل لاستقبال رحلات مدنية ينبغي أن يكون هناك تفكير في نوعية المطار الذي سوف يتم الهبوط فيه مراعاة لحياة الناس والإنسانيتهم فكون المطار غير مؤهل لاستقبال رحلات مدنية هذه كارثة معناه أن هناك استهتار بحياة اليمنيين هذا المريض جاء من مدينة صنعاء متجها إلى عدل للعلاج عرفت أنه يعاني من مشاكل في الكبد هناك مرضى كثر يسافرون ويقطعون المسافات من صنعاء إلى عدل من صنعاء إلى حضر موت من المناطق أبعد من صنعاء إلى حضر العلاج خارج اليمن طبعا السفر قد يكون قاتل بالنسبة لكثير من المرضى وفي بعض حالات المرضى مثل مرضى القلب مرضى الفشل الكلوي من الصعب أن يستطيع المريض أن يصمد في رحلة تستمر برية تستمر 24 ساعة في بعض الأحيان أنا عندما جئت إلى مؤتمر القاهرة أنا وزملائي نكثنا في سائلة حيفان 12 ساعة صحيح تخيلي أن هناك مرضى تخيلي أن هناك أطفال أن هناك نساء صحيح دكتور نادر هذا إذا تمكن من السفر أساسا هذا إذا تمكن من السفر أساسا وسمحت له ظروفه المادية هذا يعتبر ثالثة إنسانية بكل المقاييس لابد من أن تفع نحن في الأخير بشر ينبغي أن يتم مراعاة إنسانية البشر شكرا لك دكتور نادر شكرا لك دكتور نادر العامري كنت معي من صنعه شكرا جزيلا لك مشهدين الكرام الآن معنا محمد عمر مؤمن وهو مهندس ومستشار رئيس مجلس إدارة طيران اليمنية لأشؤون الفنية مرحبا بك مهندس محمد مساء الخير هل تسمعوني أستاذ محمد أسمع الصوت الصوت قطع عندي نعم هل تسمعوني الآن واضح نعم يريد ترفعي الصوت أنا آسف في الطلب وحتى الصوت يعني أجيب عليه نعم أستاذ محمد سأسألك عن حسب علمك واختصاصك بما أنك مستشار رئيس مجلس إدارة طيران اليمنية لشؤون الفنية سابقا ما الأسباب التي أدت لهذا العطل في الطائرة عادة أن حوادث الطيران لا تؤخذ بالآراء ولا بالأبكار ولكن تؤخذ بالتحقيقات الفنية المختصة إطلاق الأخبار أو الآراء في هذا الموضوع مسألة غير سليمة لذلك الأصل في هذا الموضوع الآن أن نطالب وزارة النكل كجهة إشرافية عبر مهي العامة للطيران المدني بإجراء تحقيق فني كانوني سليم حتى تصل إلى النتيجة ما لم يكون هناك نوع من محاولة الإبتدال الموكب وأخذه إلى استجاه قد يخدم المتسببين في العمل فبدون تحقيقات فنية سليمة ومتجنة ومحايدة في مجال الطيران لا يمكن الأخذ بالأكوال أو بالآراء أستاذ محمد إذا ما تحدثنا عن الوضع الفني عامة لطائرات الخطوط الجوية اليمنية هناك الكثير من يتحدث أنها حسب معايير الدولية للطيران لم تعد صالحة رأيك في الموضوع أستاذ محمد الطيران عادة يعتمد على عملية الخدمة التي يقدمها شركة الطيران لهذه الطائرة بمعنى أوضح تكون هناك بعض الطائرات الجديدة ولكن لا تقدم لها خدمات صيانة سليمة وتتعرض إلى أنكساد وهناك طائرات كديمة ولكن يتم صيانتها وفقا لبرامج الصيانة المعتمدة توليا وبالتالي تصبح حالة الطائرة حالة جديدة المسألة في هذا الأمر هو التزام بمعايير الإدارة التنية من ناحية الجانب المهم الذي أنا أريد أن أوصله إذا تكرمت من خلالي واحدة من أهم من كابة القوة للخطوط الجوية اليمنية هو الكادر البشري ومتظر المتمثل في المهندسين وفي الطيارين نحن نملك كادر بشري متميز يعيبنا أن هذه الشركة لا تملك رؤية لا تملك استراتيجية واضحة ترتب عليها النمو الاقتصادي والاتثماري الجانب الآخر أن الإدارة الحالية لا تعمل توازن بين المعطيات أو المعايير الفنية والمعايير التجارية تحاول أن تغلب المعايير التجارية على المعايير الفنية وهذا تسبب إشكاليات لا علاقة للكادر البشري بها ولكن هي مسألة رؤية واتجاهة إدارة نعم سيد محمد أنت تتحدث عن أن السبب في إدارة الشركة هل إدارة الشركة تتصرف بمعزل عن وزارة النقل والحكومة أم أنها هي حلقة واحدة أفكان للحكائق التي أوصلت جايدة الشركة الحالية ممثلة الوالد الكبتين أحمد العلواني هو النشاط النكاب السابق الذي كان ضد رئيس الشركة سابقا وتركب عليه بالتنسيق مع وزارة النقل ورئيس الوزراء حينها الأستاذ محمد سالم باسندوة عن تكليف الكبتين على الوالد الإشكالي الآن أن معظم الجهات الرسمية التي تتواصل مع كيادة الشركة لا تتجاوب معها للأسف لا أدري ما هي الأشباب سواء كانت وزارة النقل الآن الخطوط الجوية اليمنية ترد على وزارة النقل أنه لا يتوجد لكم شرعية قانونية على الخطوط الجوية اليمنية وفقا لاتفاقية الشراكة المبرمة بين حكومة الجمهورية العربية اليمنية وحكومة المملكة العربية السعودية في حيني عام 76 وبالتالي الآن الهيئة الوطنية العلية لمكافحة الفساد أنا لدي مجموعة من المذكرات التي وجتها الهيئة الوطنية العلية لمكافحة الفساد كنت أنا رئيس لجنة التنفيق بين الهيئة وبين خطوط الجوية اليمنية ولكن للأسف كيادة الشركة لم تتجاوب مع الطلبات والمتطلبات التي كانت تحتاجها الهيئة للتفصيل في بعض الكضايا التي قدمت لهم وبالتالي كانت تؤدي إلى استرفاد أموال عامة خاصة بالخطوط الجوية اليمنية نعم سيد محمد بحكمك مهندس ما هو تقييمك لطائرات اليمنية وهل تحدثت أنت عن معايير خضوعهم للتشييك والصيانة هل تخضع طائرات اليمنية للصيانة والتشيك الدوري المعروف والمفروض قبل كل رحلة يا ابنتي أنا منذ أكثر من خمس سنوات مبعد من عملي بناء على جهودنا في تقارير مكافحة الفساد بالخطوط الجوية اليمنية والتقارير التي كانت تهدف إلى استرداد أموال عامة هذا الإبعاد على العمل حاجبني عن الوضع الفني من الداخل حين كنت أنا في إدارتي كنت أعلم كل صغيرة وكبيرة بحق موجودي ولكن أنا الآن أبني بعض المعضات أبني على بعض المعلومات التي تأتيني من بعض الزملاء ولكن مجددا أنا أؤكد أن الإشكالية ليست في الكادر البشري كمهندسين لأنني أعرف زملائي المهندسين مهندس مهندس كنت رئيس ركابة المهندسين على مستوى عالي من الكفاءة إشكالتنا في إدارة هذا الكادر البشري المتميز نحن الآن إذا أخذنا بعض الرؤى لبعض الشركات الطيران ونرى أن بعض الشركات الطيران التي سأجرت من الخطوط الجوية اليمنية الآن تملك مئات الطائرات في أسطولها بينما بدأت من الخطوط الجوية اليمنية باستيجار طائرتين زائد المهندسين زائد الطيارين من الخطوط الجوية اليمنية والآن بإذا بالخطوط الكطرية تعتبر واحدة من أقوى شركات الطيران هذا يعني أن هناك رؤية والسراتيجية وخطط عملية مرتبة بطرق صحية وسليمة نحن في الخطوط الجوية اليمنية نفتقد إلى هذا الشيء وهذه الحقيقة يجب أن نضع الجانب الآخر أن هناك استنزاف كبير جدا من مقدرات الشركة يخرج في كضايا الفساد التي لو وقفت الدولة عندها وقرنا مبالغ طائلة يمكن أن نشتري بها عدد كبير من الطائرات بحكم أننا الآن نحتكر سوق الطيران في اليمن لا توجد أي شركة أخرى تنافس الخطوط الجوية وجود هذا الاحتكار يعني أن هذه نقطة قوة وفرصة كبيرة لصالح الخطوط الجوية اليمنية يبدو أن نستخدامها وقفة للمصالح الشخصية وليس لمصالح الشركة وأتمنى أن تكون هذه الموضعات التي أقدمها الغرب الأساسي منه هو العلاج وليس التشكيك أو النقد أو الهجوم على أي أحد في القطوة وضحت الفكرة أستاذ محمد المهندس محمد عمار مؤمن كنت معي من جد شكرا جزيلا لك مشاهدينا الكرام الآن نستقبل اتصال آخر من كريم محمد من مصر وهو أحد المتفاعلين مع الموضوع مرحبا بك كريم مساء الخير أشعر الله وسأكم مساء الخير وعافية أختي كريم بالتأكيد كان لك تجربة سفر على شركة اليمنية لو تحدثنا عن تجربتك وعن أبرز المشاكل التي يواجهونها المسافرين على خطوط اليمنية والله في البداية نحن وأغلب الشعب اليمنى منذ أربعة عوام نعاني معنا كبيرة جدا من حيث مواعيد السفر ومن حيث أسعار تذاكر الرحلات كذلك أداء أوجودة الطائرات وسوء استخدام الطائرات وأجدميتها كذلك وتحس بقلق وتوتر أثناء ما تقلع الطائرة هذه هي أحد الأسباب وكذلك سوم عاملة بين الجانب الإداري في اليمنية مثل عدم احترام المواعيد والتباين أو التبيين الإشكاليات للمواطن كذلك هناك محسوبية أو مشاثل منها لمن يدفع أكثر روى للمجاعد المحددة للناس معينة أو أشخاص أو علاقات خاصة وجبايات تحصل لها الرحلات نعم كريم رأيك بدور الحكومة تجاه ما حدث رد الفاعل لا يوجد رد فاعل ولكن هذا نعم تفضل كريم لا يوجد رد فاعل ولما نجد هناك بيان أو تصريح من وزارة النقل أو حكومة أو ريسيا الحكومة وغياب تام للإستنكار أو البيانات التي كانت محفوظة أنها تصرح أقل شيء ببيان أكتروني أو في الميديا فلن نجد هذا الاستنكار خالص أو الواجب هذا الواجب أن نتقدمها الحكومة للمواطن والإراني بالأسفل الشيء نعم إذن كريم محمد كنت معي من مصر شكرا جزيلا لك شكرا لمشاركتك معنا في هذه الحلقة الآن معنا تصل آخر من مروان عميران من السعودية مرحبا بك مروان مساء الخير مساء النور رأيك حول موضوع الحلقة هل كانت لك تجربة في السفر عبر اليمنية للأسف أن الطيران اليمنية وخصوصا معنا طائرة واحدة وللأسف ما قدر حكومة وشرعية ما قدروا يجيبون لنا طيارة مثل الناس يعني ما فيش اهتمام بأرواح الناس وخصوصا من الشرعية بداية من رئاسة الجمهورية من نائب رئيس الجمهورية ومن رئيس الحكومة ومن إدارة الطيران يعني وأغلى تذاكر هي الطيران اليمنية من بين الطيران حق العالم كله صحيح وطائرة وطائرة ترك فيها وأنت يعني تهد وتكبر على روحك يعني ما فيش ما فيش حتى اهتمام في صيانة الطائرة ما فيه اهتمام في صيانة الطائرة هل هناك دولة في العالم هناك دولة في العالم معها طائرة واحدة 25 مليون إنسان طائرة واحدة هل يعقل هذا الكلام هل يعقل هذا الكلام وشرعية وتحالف يعني ما يستطيعوا يوفروا لأنهم وفروا طيران للمشافرين المرضى وغير المرضى إلى الخارج لأنهم وفروا طيران ولأنهم فتحوا المجال لشركات الطيران صحيح طيب خلال هذه الأربع السنوات الماضية وهي طائرة طائرة واحدة طيب فين الدخل وين يروح دخل طائرة دخل شركة الطيران اليمني ماذا لا يهتم الكفرات كفرت الطائرة كفرت طائرة يعني مش قادرين يستروا كفرات طائرة الكفر ما يتلف الكفر ما يتلف ممكن خمسة ألف دولار ممكن ثلاثة ألف دولار مروان رسالة وجهة عبر البرنامج للحكومة وللقايمنا على الشركة رسالتنا إما أنهم يوفرون طيران للمسافرين ويهتمون بصيانة الطيران وإما أنهم يفتحوا ولا يفتحوا للشركات الطيران الأخرى للمواطن العالقين 25 مليون معهم طائرة واحدة رايحة جاية رايحة جاية من المصر لليمن ليش المنافذ مقفلة أجواء مقفلة طيب وفر أربع خمس طائرات الصومال صومال ويدولة صومال عالية خارجين من تعاليمها معها سطول طيران أفضل مننا رحلات من الصومال من مقاديش ولكل العواصم العربية والعالم وإحنا معنا طائرة واحدة حتى مطار مطار ما عندنا مطار مثلما الناس ما عندنا مطار من الناس أي من الهتمام الشرعي لا يوجد أحد مهتم بأمر المواطن حقيقة هذه الحقيقة لا يوجد أحد يهتم بأمر المواطن صحيح مروان بالشرعية وكل الأطراف السياسية صحيح مروان نحن بالنسبة لهم مجرد أرقام ومصدر للفساد مروان عميران كنت معي من السعودية شكرا جزيلا لك نعم شكرا جزيلا لك شكرا لمشاركتك معنا اتصال آخر من زينة العابدين الضبيبي زينة أنت معي مساء الخير مرحبا بك زين أهلا بك زين بما أنك في صنعاء صف لنا كيف يؤثر واقع الخدمة لشركة الطيران اليمنية والتكلفة العالية وصعوبة السفر على المواطنين داخل اليمن هي صيودة الكريمة ما يحدث من عرض داخل شركة الخطوط الجوية اليمنية وطيبان اليمنية لا يمكن أن تصفوا حلقة واحدة أو أن نعبر عنهم بكلمات معاناتنا كبيرة نحن هنا داخل صنعاء إذا أردنا أن نسافر يتطلب مننا ذلك أن نحجي التذكرة قبل موعد السفر تقريبا بشهر وقد لا نجد هذه التذكرة وتغضى هذه التلاشر و هذه الأمور إلى مجموعة من المزايدات ومن المفاضلات والمتجارة في الشركة السوداء فيضطر المواطن يمني إلى أن يدفع التذكرة عالية مشكلتنا أننا نسح أكثر بكثير من قيمة أغلى تذكرة مجيدة في الدنيا ولا نحصل على أكثر الخدمات تذاكر مرتفعات طائرات مستدهورة أسطول لا يتعدى طائرتين لا تكسي بذكرة الأمراض في الفترة الماضية كنت خارجة اليمن اضطرت لها أن أبقى في الكاهرة شهر ونف من أجل أن نحصل على حج لأعود إلى الوطن تخييري أن المواطن يذهب إلى العلاج وقد داع كل ممتلكاته وكلما بيسئني أن يبيعه من أجل العلاج يفر إلى القاهرة وينتهي فترة في العلاج ويصبر إلى أن يركى كل هذه المدة على حسابه الشخصي من أين من المواطن اليمنين أن يتحمل كل هذه التذكرة هناك عدث من القيادة إلى الستطفر عدث في المتاجر أولا بأسعار التفاكر عدث ثانيا في عدم توفير الخدمة والمزاجة على المواطن في أسعارها وفيها يفعون إلى إجراء الشعب اليمنين معامل الأمر بسيط يمكن أن يفتح المجال للمجموعة من الخطوط الدولية العربية على المساهمة ومشاركة ويفتح المجال الخاص بيشارك ويقدم مجموعة من الطائرة على المواطن اليمنين حصار مفروض على المواطن اليمنين في الداخل حصار مفروض على الخارج أصبح الخروج من البلد بسبب أن نعامل من هذه الخطوط يعني مكلف جدا وأصبحات العودة إليها مكلفة جدا ما الذي اخترفه المواطن اليمنين تعاقبه الحكومتين في الداخل وخارج هذا العقابة على الجميع أن يتحمل مسؤولية الأخلاقية تجاه أبناء الشعب وأن يحضر إيجاد البدائل والوسائل المناسبة ليتمكن المواطن من الدخول الخارج إلى بلده للعلاج لا أكثر لا نريد أكثر من ذلك نعم إذن مروان وعميران كنت معي من زين العابين عفوا زين العابدين أشكرك لمشاركتك معي في هذه الحلقة زين العابدين كنت معي من صنعاء الآن معنا أحمد الشريف من الهند مرحبا بك أحمد مساء الخير أهلا وسهلا أسعد الله مسائك سيدة الكريمة أنت والجميع المشاهدي في نسبة القيس هذه الكريمة تتكت دائما مع هموم المواطن اليمني وتلاغس معاناته سيدة الكريمة بالنسبة لفساد طيران اليمنية لا يخفى على أحد سواء كان داخل البلد أو خارج ويعرفها القاسي والداني بالإضافة إلى ما تم ذكره من المشاركين في البرنامج هناك طلاب ومرضى قصر في الهند يشكون تعصف وفساد طيران اليمنية سأذكر البعض منها أولا قد يضطر الطالب للسفر عن طريق عمان بأكل من ربع المبلغ الذي يتطلبه طيران اليمنية وذلك بسبب الاتفاع الجنوني في أسعار تذاكة طيران اليمنية والمعروف للجميع الزام الطالب بحاجة تذكرة ذهاب وإياب إذا كان باليمن مثلا ويريد أن يشافر للدراسة هم يعرفون أنه ذاهب للدراسة وليس للسياحة وكذلك التلاعب في مسألة استرجاع قيمة تذاكر العودة حيث يتم استقطاع 80% من قيمة التذكرة الإياب تحت ضرائع واهية منها التعمينات والضرائب أختي الكريمة كذلك يتم استلام غرامات الوزن الزائد نحن لنا كطلاب مثلا أنا سافرت أكثر من مرة مع طيران اليمنية يتم استلام غرامات في الوزن بدون سندات إضافة إلى فقدان أمتعة طعام المسافرين وتأخير شحنها مقابل شحن بضائع للتجار حيث أخبرني أحد زملائسه محمد الغازر وسافر قبل أشهر من هنا إلى اليمن وفقد حكيبتين ولم يحصل عليها إلى الآن المسافرين يقلسون في مطر ممبايل ساعات طويلة لعدم انتظام الرحلات أو التأجير المفاجئ للرحلة تحت ضرائع واهية التلاعب من عكس سلبا على المرضى واحتكال المقاعد حيث يضطر المسافر إلى دفع رشاوي من أجل تقديم موعد رحلته أحيانا أحيانا أختي الكريمة نحجز ذهابا على درجة عالية أو غالية وعند عودتنا نأتي وقد تغيير الوقع إلى درجة أدنى وألخص من الدرجة التي تم حجزها إهمال متعمد للمسافرين ولحياة المسافرين وقد شاهدنا ذلك في الفيديوهات المنتشرة عن فساد طيران اليمنية في مواقع التواصل الاجتماعي أختي الكريمة من هنا ومن هذا المنبر نحن نناشد ونطالب رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس مجلس الوزراء بحل صوري وعاجل لتفادي أي كارثة كالتحدث نعم أحمد لدينا بعض الحل نعم أحمد معنا الآن مدير إدارة الإعلام في شركة اليمنية سأنقل له تساؤلاتكم ليرد عليها شكرا أنك كنت معي في هذه الحلقة أحمد الشريف كنت معي من الهند شكرا جزيلا لك مشاهدين الكرام معنا الآن الأستاذ سلام جبري وهو مدير إدارة الإعلام في شركة اليمنية مرحبا بك سيد سلام عليكم السلام أهلا بك سيد سلام إذن لعلك كنت تشاهد الحلقة وبالتأكيد استمعت لكل المداخلات التي كانت منذ بداية الحلقة شكاو الناس التي لا تنتهي ردك سيد سلام أخير عزيزة نعم أسمعك تفضل نعم أخير عزيزة أنا تابعت فجرة الأخيرة بلس حكا الأخذين العابدين والأخ ناصر ما أود أن أطرح أخير عزيزة أن خطوط الجوة اليمنية هي الشركة الوطنية الماقلة بالنسبة للمواطنين في كل مكان نحن يا أخي العزيزة نعاني بشدد ارتفاع الدولار بالنسبة لأسعار التباكر أسعارنا هي لم تتغير هذه هي أسعارنا منذ أكثر من 8 أو 10 سنوات الذي تغير هو فقط سعر الدولار ارتفاع سعر الدولار هو ما أدى إلى الاتفاع الجنوني في عملية الصر طائراتنا يا أخي العزيزة لا تبات في اليمن الوجود ارتفاع أسعارهم بالدولار كل مدفعاتنا أو كل نفقاتها التشغيل هي كلها بالدولار فيما كان سعر التذكرة كان سعر الصرف 215 كان سعر التذكرة في حدود 110 ألفريان وبالسبب ارتفاع سعر الصرف ارتفاع هو مع سعر الصرف لكن هو ما زالت عارنا هذه كيات نعم سيد السلام ولكن أنت قلت بنفسك الشركة الوطنية لذلك يجب أن تكون أكثر جهة حريصة على المواطنين ومراعاة لظروفهم المواطن ليس له داخل بارتفاع الدولار وهذه مشاكل تخص الحكومة أليس من المفترض أن تعملوا حساب لهذه الظروف للأوضاع التي يمر بها المواطنين نحن شركة وطنية نحن لا نترجع أي دعم من الدولة الدولة لا تتعاملنا لا بالوجود كما الشريفات الخليجية الكاملة ولا تتعاملنا بسعر الصرف بسعر الصرف السوق لكي نحفظ على سعرنا هي كما هي نحن لا نترجع أي دعم خالص من الدولة تماما نحن شريفة لا نبحث في الوقت الحالي عن الربح وقدر ما نبحث عن الحالة الإنسانية والحالة المرضية التي تعاني منها اليمن نحن نشتغل في وضع متأذن جدا جدا نحن لدينا معاودات كثيرة حالتنا معنا رحلتين فقط الطلب كبير جدا جدا والعرض قليل أبعد ما تتخيل يعني نحن نحن فاليوم لا تكفي لكم من ألف مسافر يخطي العزيزة كمان الوقود سعرها بالدولار وإستفع والدولة لا تدعمنا لا ببترول ولا بوقود ولا تدعمنا بسعر الصرف كل صرفياتنا هي كلها بالدرار كل المبيت حكنا كمان بيأثر علينا مبيتنا خارج اليمن نعم يعني في معاودات كثيرة جدا يخطي العزيزة وهذا يتأدي يعني نحن نكاد ونشتغل بإمكانيات ومحبودات جليلة جدا نعم سيد السلام إذا ما تحدثنا عن الحادثة الأخيرة بيان الشركة كان مغيرا لشهادات من كانوا على مثل الرحلة الفيديوهات التي انتشرت لماذا هذا التضارب لماذا كان البيان مخالفا تماما لروايات المسافرين لماذا لا تصارحون المواطنين بحقيقة وضع الطائرات والوضع التي تمر بها الشركة يا أختي العزيزة الفيديوهات هذه هي نبعتنا أكثر مظراتنا يا أختي العزيزة عادة أن ما يكون في حالة طريح أو يكون في حاجزة أو شيء تلاقي الناس يتدافعون من سلم الطائرة ونبالعبس في الفيديوهات أظهرت الهدوء الكامل ونزول الطائرة الطبيعي وكل شيء الناس نازلين بيتصوروا جنب المحرك بيتصوروا جنب التوائر بيتصوروا مع بعض سيلفي فلا يوجد أي باني أنا أعرف أنه لما يحصل حادث يعني الطائرات أو السعافات يعني تكون حالة طارية يعني غنية عن التعريف لكن لما تشاهد الفيديوهات التي عرفتها الآن وقبل شوية أنت بزاق يجب أن ينزول أكثر من الطبيعي من الطائرة لا يوجد أي حادثة ما حصل بالنسبة للطائرة تريتين أختي العزيزة الجنيحات الصغيرة المنبتقة من الجناحة الكبيرة والسعافات هي طبيعية كان الكبتن بإمكانه أن يواصل رحلته إلى داخل عدن والدليل أنه لا يوجد أي حاجة أن الطائرة حبطت لا يوجد فيها أي حاجة سيد السلام إذا كان هبط طبيعي كما تصف انتشرت الصور لإطارات الطائرة وهي منفجرة ما يدل أنها حبطت بطريقة إطرارية الطائرة الطائرة عزيزة عقبا بس أوضح لهذه النقطة الطائرة لما تقلع تقلع بوزن غير لما تهضر لأنه في 20 طن من البيون يحرد أثناء السفر من القاهرة إلى عدن في ديخوف وزن الطائرة في حدود العشرين طن لكن بسبب وجود الحالة الطارئ المرضية الاخترضية وكذلك الجناحات الصغيرة ممكن بإمكانه يواصل الطياران بس طالما وجدت الحالة المرضية فأضطر أنه يحبط يعني طبقه عارف أنه أشي اللي يحصل له بعدين عندنا سنسرات في التوائر بسبب الحرارة وبسبب الضغط الزائد هي السنسر هذا ينحرك أو يدوب في رسلك التوائر وطبعا عندك سيارة ومتنماشية والتوائر فلاس يعني أو مرسنة فيها بدل تتفتط وصلت الفكرة سيد سلام السؤال الذي أود أن أسألك وصلت فكرتك سيد سلام شكرا لك أود أن أسألك بس الجميع يتساءل رغم الإرادات العالية التي تتحصل عليها الشركة لماذا لا تتم تطوير إمكانياتها لإصلاح الأعطاء لشراء طائرات جديدة العائدات التي تتحصل عليها الشركة عالية جدا تعتبر الآن التذكرة اليمنية من أغلى التذاكر في العالم أنا 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 شرحت لكن ما شرح لك مرة ثانية تذاكرنا يخص العزيزة هي لم ترتبع أسعارنا هي هي نفسها في حصرة الدولار وذي أنطرة تذاكرنا كما تقول عالية جدا أنا 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 مشغرب أنه الزبادي يطلع على 120 من 20 ما بي أي مشكلة وما بي أي شي بي رغمة العيش ما حد نتكلم عن الارتباع هذا ما نتكلم عن ارتباع صار في جولر أنا نتلك لا نتلك أي دعم من الدولة وبالنسبة لأسعار تذاكر أسعارنا حركية لم تتغير مثل شركة الطياران العالمية كلها وإي شركة تحول اليمن تشتغل أو تشغل إلى اليمن بعد انتهاء الحرب سعره هو نفس السعر لأنه سعر صار في ارتبع كبير جدا جدا بعد مباداتنا التشغيلية عالية جدا جدا نحن وصلت الفكرة سعر سعر ديارانا غير متوفرة بنشتريها بالعملة الصعبة كل شيء بالعملة الصعبة ما في شيء يتم الكروح كنا بنا خارج اليمن بالعملة الصعبة شكرا جزيلا لك سيد سلام جباري كنت معي في هذه المداخلة لتوضيح بعض النقاط شكرا جزيلا لك يبدو أننا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أشكر كل من كان معي في هذه الحلقة والشكر موصول من زميلي من الإعداد عمر النهمي نلقاكم على خير في حلقة قادمة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر